بعد الأخبار دي فقرتنا اللي بنناقش فيها من وجهات نظر مختلفة آراء المحللين والخبراء في قضايا أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين في الأيام القليلة الماضية وحنبتدي بأول قضية وهو ملف سد النهضة اللي كنا بنتكلم عليه في ساعتنا الأولى من الأخبار أولاً اسمحونا أن احنا نرحب بضيوفنا الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب صديقنا عماد دين حسين رئيس تحريك جريدة الشروق وصديقتنا أميرة العدلي الصحفية وعضو تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين لسه في تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين لسك موجودة طبعاً الحمد لله دكتور عماد أبدأ بسد النهضة هل اجتماعات واشنطن التي تبدأ غداً في رأيك ستقدم الحل هتنقذ المفاوضات أم أننا في مكان مختلف في مأزق لا هو من ناحية في مأزق في مأزق لأنه عادة الأطراف لما بتتفاوض بعد كل جولة من جولات المفاوضات بتطلع بيانات قريبة من بعضها يعني يقول احنا اختلفنا حول الجزئية دي لكن اللي حصل لما أريد بيان الخارجية المصرية لا يعني هو برد على نقاط من الجانب الأسيوبي غير دقيقة بالمرة يعني الجانب الأسيوبي تعمد أنه يطلع بيانات غير حقيقية ولا يعبر عن مادار في المفاوضات بجد يعني مثلا مصر بتتلم على حسب التدفق في مسائلة مليو السادمة بين 6 سنين لـ 7 سنين حسب التدفق وممكن يبقى أقل أو أكتر هو يقول لك مصر طالبت من 12 إلى 20 سنة فهنا بيستفز الرأي العام الأسيوبي بيقوله أن الموقف المصري متعند إذن هناك تعمد من أسيوبيا في أنها تعمل ديفيميشن أو تشويه للموقف المصري اتنين عمر المفاوضات ما فيها حسنينية يعني مفاوضات دايما باخد احتياطاتي وعندي الكروت وعندي الأوراق أنا أتصور يمكن أنا من فترة كنت متحاسب لهذه المسألة عشان كده ربما طرحت فكرة من حوالي سنة ونص أنه طب ما تجبوه لنا الاتفاقية البرلمان مش لما بيه فيه اتفاقية بتوقع عشان تبقى صالحة لازم البرلمان يوافق عليه وطب ما تجبوه لنا البرلمان والنقاشها ولو ما عجبتنا شنرفضها وبالتالي تسقط يعني أقصد أقول كان فيه أوراق كتيرة في إيدينا سؤال حضرتك الإجابة المباشرة عليه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية حل هذه الإشكالية ستتمكن من حلها طب هي تريد ولا لا تريد؟ لا تريد لكن هل نقدر ندفع التمن ولا لا؟ هو ده السؤال وده سؤال مهم جدا برضو حسأله لأماد لأن احنا دلوقتي فيه احنا على ترابيزة وفي ورق الكوتشينة عمالية فنت كده عندك تركيا وليبيا عندك موضوع سد النهضة عندك يعني القضايا في صفقة القرن اللي ما نعرفش هصل لها إيه؟ الخليج كل ده كل دي أوراق هل الولايات هل واشنطن تريد أن تتدخل لصالح حل هذه الأزمة أو لصالح مصر؟ هل يمكن أن تتدخل واشنطن لصالح مصر؟ لا يمكن أن تتدخل لصالح مصر لأن احنا بالتعبير البلدة مش نسائب ولا حبايب احنا فيه مصالح هي تتدخل لما تعتقد أنه دفاعا عن مصالحها أو أسيوبيا في الاستراتيجية الأمريكية دولة محورية ومهمة جدا في أفريقيا منذ يعني إزاحة النظام الباركيسي في أديسة بابا سنة 1890 منجلس سيولا مريم والنظام الجديد اللي عمله ملي الزناو والجابة الواسعة بتاعته هو جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ويعني بيران عليه كل الغرب وكل يوم بيتعززها وهي بدأت تعمل إصلاحات وبدأت هي الدولة تقريبا تاني أو تالت دولة أسرع نموا فعمل حالة للغرب فبالتالي هو بيعتمد عليه احتمد كبير مش هيزع على الأسيوبيا عشل خطير لكن في نفس الوقت نحن ارتضينا أن تتدخل ولاية المتحدة في هذا الموضوع لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على الأسيوبيا نتذكر أنه الرئيس سيسي طلب من بوتين في قمة الأفريقية الروسية سوتي من حوالي شهرين ثلاثة أنه يطلب من أبي أحمد التدخل ورفضت أسيوبيا بكل صلف لكن بعدها بيومين ترامب طلب رحوا جاري على واشل رحوا فورا هل هي هتقبل ولا مش هتقبل ما هي مش القصة بس أمريكا بالمناسبة القصة هي ما هو حجم الأوراق اللي معنا إيه هي الكروت والقوة اللي احنا نقدر نستعملها الرئيس عفتح السيسي كان يكرر في الفترة الأخيرة أنه ما كان يمكن لأسيوبيا أن تقوم ببناء السد قبل خمس لو لا خمسة وعشرين يناير مش لو لا الثورة لو لا الحالة التي صارت عليها مصر بعد خمسة وعشرين يناير لأن احنا فقدنا كثير من أوراق الضغط وبالتالي لأن أسيوبيا بالمناسبة في عمرها ما اعترفت بالاتفاقيات الدولية وبتور على الاتفاقيات السعمالية بس ما كانتش بتابن السد لإيه؟ لأن كانت عارفة أن هناك رد مصري صعب ستلق وبالتالي المهمة في القضية كلها أن تشعر أسيوبيا أن إصرارها على بناء السد من طرف واحد وبدء الملء كما تهدد أو كما ألمحت في الفترة الأخيرة في يوليو المقبل سيقابله رد مصري شديد المشكلة الحقيقة هي أنه يراد لهذا السد مش من أسيوبيا بس أن يتحول إلى محبس سياسي مش بس فترة الملء الملء ده ممكن بعد خمس سنين أو عشر ينتهي وتخلص لكن هو عمل محبس يستعمله كل لحظة للضغط عليك لدرجة أنه ببعض يتكلم أنه ممكن يتراح علينا أنه ما يبيعوا المياه لمصر أميرة عندك رأي في هذا الموضوع هو أنا بس عايز أبدأ بفكرة هيا مش خمسة وعشرين يناير أكيد حضرتك عارف أن الموضوع له التوضيح أنا استدركت مش خمسة وعشرين يناير الإساءة بس لازم يعني واشنا بنقول ده نوضح أن فيه اتفاقية عن تي بي وفيه جزول الموضوع السابقة للحكاية يناير بس بص بص عشان يبقى الكلام واضح لا أقصد الإساءة بالعكس ثورة يناير ثورة عظيمة ونبيلة وكانت تهدف إلى الشعب نصري بقى محترم لو لا خطفت من قبل برانظيمات إرهابية أنا بتكلم على الحالة التي نتجت عن بعد خمسة وعشرين يناير مش بعد الثورة أو بسبب الثورة ده توضيح مهم جدا لأن لما بيتقال أن ده نتيجة خمسة وعشرين يناير بتبقى المتهم الرئيسي إن لو مقيتش خمسة وعشرين يناير بكنش يستدها يتقامل لا إحنا كان عندنا مشاكل مع إثيوبيا من سنوات طويلة جدا وليها علاقة بحادثة قديس حبابة وليها علاقة بالاتفاقيات اللي تمت بعد كده واللي كانت مصر مش طرف فيها أنا شايفة أنا شايفة أن إحنا كان عندنا أوراق ضغط أهضرناها وكان منها شرط الإختار المسبق إن إحنا دخلنا ضيعنا وقت كتير قوي في فكرة اللجان الفنية وإحنا عارفين من الأساس إنها لجان للتسويف كان ممكن نستخدم أوراق دولية كتير كان ممكن نستخدم البرلمان كان ممكن نستخدم القوى النعمة أهضرنا وقت كتير قوي عشان نوصل في الآخر إن إحنا نطلع بيانات أو نوصل لمرحلة من الشفافية إن إحنا نقول إن إحنا عندنا أزمة حقيقية في صد النهضة وأنا شايفة إن الأزمة أبعد من كده كمان يعني إحنا حتى لو وصلنا الاتفاقية في فترات المل هتبقى سبعة ولا هتبقى عشرة ولا هتبقى خمسة اللي حواليها الجدل كله المشكلة هتبقى أبعد بعد كده من فكرة ملء السد وبعد السد ما يبدأ يشتغل من الواضح إن فيه طرف مقرر إن هو يمنع عنك المياه إن هو مش بيأخذ حقه في التنمية زي ما هو ما بيقول طول الوقت إن أنا عندي عاية من حق إن أنا يبقى عندي تنمية ومن حق إن أنا ولد كهرباء ومن حق إن أنا عيش كويس لا واضح إن الموضوع له أبعاد سياسية ده بقى اللي لازم نتكلم فيه وله سياسة داخلية كمان ويواجه في الداخل فيريد أن يلعب أوراقه للداخل فإحنا أوراقنا إيه زي ما قال دكتور عماد وزي ما قال زي ما قال أستاذ عماد الدين حسين إحنا محتاجين أوراقنا تبقى إيه هنبدأ نضغط إزاي في نهاية أطراف سياسية في تربزة مباردات لازم في نهاية كل دولة بتنحاز لمصالحها والدول الكبرى بتنحاز في نهاية للمصلحة الأعمة أو المصلحة اللي هي شايفة أبلي من القضية تانية إذن أوراقنا إيه هل ما هي خيارات مصر الآن بصي عشان بعض الناس تبقى يعني واضحة المسألة ليها ليس هناك خيارات عسكرية عشان نبقى كده يعني موضوع غير وارد على الإطلاق برغم من الناس كتيرا ممكن تبقى منزاجة تقول لك الله أنا حاستنى بقى لحد ما يقفل علي لا غير وارد على الإطلاق لأسباب كتيرا جدا 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 منها مصر تحترم القانون الدولي ومصر ما بتاعتديش على دولة وتحترم قانون دولي والموضوع ده موضوع مفاوضات بصي أنا هقول لحضرك بشكل واضح إحنا ليست لدينا أوراق قوة لكن لدينا أوراق مشتركة ومختلطة يعني بمعنى أنه في تفسير من التفسير يقول أن التشدد الأسيوبي نتيجة علاقات جيدة للغاية مع إسرائيل الرئيس السادات سبق وعد إسرائيل في كامب ديفيد بأنه يوصل لهم الهادر أو الفاقد من المياه وفي مذكرات الدكتور مصطفى خليل بيقول أنه بذل جهد ضخم أنه يقنع الرئيس السادات أنه يتراجع نازل فكرة لأنها تعمل مشكلة إذن أستاذات أبلغ بيجن بأنه موافق على توصيل المياه لسينة وأنه بيقولك أنه فيه فاقد عندك بينزل في البحر المتوسط على ما أتذكر كلي مفعشة مليار متر مكعب يعني خمسة حل مشاكل الأراضي الفلسطينية هل ده مطروح عند الأمريكان ما هو زي ما قالوا سيد عماد الدين حسين الأمريكان وبذل مع هذا الرئيس مسألة لحب ولا كره ولا إديولوجيا ولا غيره لا ده رجل بيزنسمان إرمي كروتك على الطربيزة كويس عندنا إحنا كروت عندنا كروت بس يكون عندنا الشجاع أن إحنا نقول نحن نبحث عن مصالح مصر الوطنية أنا ما بديش مننا الحد في كارت قصاد كارت كويس وبالتالي لو الموضوع مثلا وأنا أتصور أنها هيبحث في القوض المغلقة يعني مش هيبحث على الهواء طبعا المتحد اللي هو فكرة طب إيه المشكلة ما سحارة سيرابيوم كانت معمولة لتوصيل المياة لسينة ترعة السلام طب لو فيها فائد من عندك بينزل على البحر المتوسط ممكن توجهه الناحية الثانية أتصور أن دي كلها أفكار موجودة ومطروحة أوراق قوة ما عندناش أوراق قوة لأن نسبنا الأمر لغاية ما تفاقم وتفاقم بشكل كبير جدا ورئيس الوزراء الأسيوبي يعني زكي جدا في التعامل معنا سيكولوجيا أنه يجي هنا ويحلف بالله العظيم وهو شغال الرجل على الأجندة بتاعته وتضيع الوقت آه هو كسب الوقت كسب الوقت تضيع بالنسبة لنا آه تضيع بالنسبة لنا خلينا ننتقل لقضية أخرى الدعم النقدي الدولة تدرس تحويل الدعم العيني اللي هو الدعم السلعي آه على الدعم اللي هو البطاقة التموين يعني لدعم نقدي وبعض الدراسات آه بتتكلم عن آه 200 جنيه في الشهر آه وإن هو ده حيوفر 26 مليار جنيه آه آه سنويا آه آه وإن ده آه بدل ما المواطن كان بياخد 140 جنيه على بطاقة التموين سلع على بطاقة التموين هو وحياخد في إيده 200 جنيه في الشهر آماد هل أنت مع الدعم النقدي أم ضد الدعم النقدي؟ السؤال صعب جداً رميس لأنه أنا مع الدعم النقدي لأنه طبقاً لما قرأته في أكثر من المسؤولين حتى ومنهم ناس في الغرف التجارية بيقولوا أنه يقضي على الفساد داخل منظومة الدعم هيوفر الهادر هيوفر 26 مليار في أول سنة هيوفر ما بين 30 إلى 35 في السنة الأولى ترتفع إلى 40% من إجمال الدعم في السنة الثانية وهيوصل الدعم المستحقيه فعلاً ويوفر حاجات كتيرة جداً كانت تذهب إلى سلسلة وسطاء ده شي جيد جداً التحفز البسيط وده النقطة الجوهرية هو كيف يمكن أن يشعر المواطن البسيط بهذا الدعم بمعنى أنها هدينه 20 جنيه 20 جنيه 60 جنيه زيادة لحضرتك شرط لها هي قيمة رغيف الخبز لأنه المواطن بياخد في اليوم مفروض 5 رغيفة تكلفة الرغيف بالنسبة له 10 قروش فقط لغير هو بيدفع 5 والخمسة التانية هي المسعارة في حين أنه رغيف الخبز تكلفته ما بين 55 إلى 60 إرش فالدولة ستتعامل مع الرغيف باعتباره ب60 إرش وهتدينه تمن هذا الخبز في حالة دي أنا أظن أنه هو يوفر فعلاً كتير جداً لأنه فيه هدر كبير جداً الناس أحياناً بتشتري الخبز بتوده علف للفراخ أحياناً أو للمواشر المواطن طب بعيدنا عن أنه هو هيوفر كامل الدولة لكن المواطن هي المشكلة إيه؟ هل أنا أحسب معدل التضخم؟ هل هيب فيه استلع متوفرة لأنه الدعم في الريف حاجة حاسمة؟ طبعاً أنا أخشى أنه هو يكون بداية جيدة ويبقى شعار جيد عشان هغري الناس بفلوس وفيه ناس تستفيد بس فيه ملايين الأسر تدفع التم يعني رغم كل المساوء بتاعة الدعمة حتى يزل لحظة لأنه فعلاً حام بيوت كتيرة جداً من الساتر أو سوري من الوساتر بيوت كتيرة جداً هل نقدر نعمل ده؟ أتمنى أن نطبقه تطبيق صحيح أميرة؟ أنا هضيف بقى جانب إحنا ممكن ما تكلمناش فيه كتير قوي أنا مع الدعم النقدي طبعاً عندنا أزمة اسمها سلة الغزاء سلة الغزاء إحنا مشكلة الدعم الموجه في السلع التموينية إنه كله موجه لسلع بتسبب سوق تغزائه لما تيجي تبصي إنه إنتي مش بس بتصويفي 86 مليار من الموازنة على الدعم لا إن مصر نفسها من ضمن 36 دولة عندهم نسبة 90% سوق تغزائه نبص بقى إحنا عندنا إيه في اللي إحنا بندعمه السلع اللي إحنا بتقدمها للمواطن بنقدم له مثلاً قدار بنقدم له فاكهة بنقدم له حاجات مفيدة بنقدم له مقارونة وعيش كلها مغبوزات كلها حاجات تسبب له سوق تغزائه وما تفيدهوش فبالعكس أنا لما هتدي له دعم نقدي هتدي له فلوس وأقول له إنت متحليك بقى تشتري زي ما أنت عايز وأنت لما هتدي له فلوس هو هيشتري الغزائه الأكثر أبو 60 قرش ده أبو 60 قرش بدلاً ما هو بخمس قرش الأول كان بخمس قرش فأنا بشتري فباكل ست رغفع وأنا باكل براحتي فيه مقارونة فيه رز فأنا هبدأ أقلل لأن الحاجات سعرها هيبقى غالي وفي نفس الوقت عشان العدلة الاجتماعية وأنا من الناس اللي مؤمنة جداً بتحقيق العدلة الاجتماعية لازم أربط الدعم النقدي اللي أنا هبدأ أدين للناس ده بالتضخم وبأسعار السلع برا ما أنه ماينفعش يأجد دينهم تنجين ايه وهيجي يلاقي برا السلع كلها واللحمة باقي بكام تتكلمي في عدم توفير بقى لو رفعنا السعر دكتور عماد يعني لو أنا بقارن ما بين السعر الدعم النقدي والدعم العيني مؤكد من حيث النظرية الدعم النقدي أفضل لكن من حيث الواقع والتطبيق والتطبيق أنا شايف أن الدعم العيني أفضل ليه؟ لحسب ظروف مجتمعي مين اللي محتاج الدعم في المجتمع المصري الشرائح الأكثر ضعفاً وكذا وأقل ثقافة أنا بابا فيدهاش نابده لا لا أنا بقول له حضرتك الأقل ثقافة وبالتالي أنا عايز أقول أنه أنا حتى ممكن نتكلم فيه كيفية مواقع الفساد في العملية نفسها ممكن نتكلم زي ما حضرت قلتي في تنويع سلة الدعم العيني نتديره فاكهة ونديره اخداره ونديره كذا لكن النهاردة طب ما أنا هقول لك على حاجة إيه اللي يضمن لك أن يأخذ الفلوس دول ما يجبش بهم حشيش يدخن بيهم طب ما موسعيتها بقى ما موسعيتها بقى العيال ما تتكلش ما أكلش العيال سوف الشارع يعني أنا ضد ده لأنتي بتكلمي على مجتمع فنلندي ولا مجتمع انجليزي أقولك دعم عيني بس المشؤول أنه بيستلم البطايا التموين واللي بيعمل ده الست يعني في البطايا المصري الست هي المشؤولة عندما بتتنزلش عنه يعني كلامك جيد جدا نظريا بس في المجتمع المصري كوني أن أنا أقول له تنويع سلة الغذاء هو لسه ما عملش الحد الأدنى أنه هو عايز العيش اللي هو بيقول عيش السيستم بتاعي أن أنا أنوع وأجيب أكل صحي وبتاع دي مرحلة تالية لا أنا فقدوا عليه تمنى أنه يمكن لو وديته فلوس هو يفضل ما هو حضرتك يا فندم المتين جنيه دي لما أجيها هشوف هيكل الدعم بالنسبة لأسرة مصرية عادية جدا في حي الشعب ولا في الريف لا هو مش هيفتكر يجيب سلع أورجانك وحكاية زي كده هو عايز يجيب عيش يقيم أوده أنا أقول يجيب بيهم لحمة يجيب بيهم لحمة يجيب بيهم لحمة مهم تنجي بقى مهم تنجي دابعته مش مبلغ ما أنت محكومة بالسيستم مش هتقدرد غيريه وإلى هتخسري السيد والريف لغاية دلوقتي بيعتمد على رغيف العيش بالضبط عشان كده الأسر عايشها بالعيش مستورة بالعيش إن شاء الله يجيب جبنا قديم بالنسبة له أرخص من الرزد هل أنا عندي قاعدة البيانات اللي بتسمح لي إن أنا فعلا وصلة للناس كلها يفترض إنه السيستم اللي بتعمل بتاع قاعدة البيانات يحقق جزء منها يعني اللي أنا عايز أقوله إن مش نتيجة خبتي إن أنا مش عارف وجه الفساد بالضبط فروح مدور على نظام تاني أنا بقول بالنسبة للمصيرين ربما بعد تحسن أوضاع الطبقة الدنيا وبعد ارتفاع المستوى الثقافي ربما إحنا نعرف يعني جمعيات المرأة والبتاع عندهم حالات كوارث بتنزل السيطة تشتغل يجي الراجل ياخد الفلوس يضربها وينزل له عدوهم على القهوة فهروح أتديله فلوس الدعم في إيده هيعمل بها حاجات تانية فخلونا نقول إن المصريين مستورين بالعيش رغي في العيش لوحد ولو جاب جبنا قديمة جنبه أكل فأنت بتوقف يعني وجهة نظرك إن المصريين مستورين بالدعم العيني بالدعم العيني إذا قدرنا زي ما اتفعلنا احنا كلنا بنقول نظريا الدعم النقدي ممتاز بس ما هي الوسيلة المصرية إن أنا أعمل ده ولا أحول الأمر في الآخر إلى إنه أخذ الفيزة تتبخر سواء بفعل التضخم أو بفعل السفاق سالمونيلا أغنية لتميم يونس وجهة هجوم كبير لدرجة الفيسبوك عملت لها بلوك منذ أيام وهاجمها المركز القومي للمرأة ونساء كثر فيعني ما رأيك في سالمونيلا والله أنا شفت السفتات كانت متفاعلة جدا مع الأغنية وبدأت أصلا تعمل فيديوهات وتنزلها تريند يعني الموضوع مش في فكرة الأغنية أنا شايفة الأغنية دمها خفيف يعني أنا شخصايا الأغنية أنا مخدتهاش بمحمل إن إيه التنمر ده وحد مديني خدته حد دمه خفيف وبيهزر يعني تحصل عاجات كتير إنه بيهزر هل إحنا بقى أرسينا قواعد ليها علاقة بالتنمر وليها علاقة بخطاب القراهية وبخطاب العنف وإيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعملهوش لا ده مش موجود في المجتمع عشان نبقى واضحين المسلسلات والدراما وغيره هل يعني أنا كان بالنسبة لي صدمتي إن المجلس القومي للمرأة ينتفد ويطلع خطاب ويحاول يمنع فيديو موجود في الوقت اللي كانت عندي قبلها بأيام حدث التحرش مفيش حدث حارك كان فيه خطابات قراهية ضد حدثة التحرش دي موجودة بشكل باشع جداً كان فيه جوم على البنات كان فيه صحافة بتكتب وبتروح لأهلهم البلد وبتصور معاياهم وحاجات من النوع ده فسيبنا كل ده ومسكناه في أغنية دماء خفيف ولد بيهزر وخلاص ويقولها أنت هتصحي من الدنون تبقى فشلة ويحصل لك مش عارف إيه ويحصل لك مش عارف إيه شوفت إن الستات خليتها بدحك يعني أنا بتفرج إن كل الستات أصلاً وكل البنات بتعمل مع الموضوع فورفان يعني الحكاية مش يعني هو ما حجمش أساس في المجتمع ما كانش عنده الرولز إحنا معلناش الرولز إحنا محتاجين نخط الرولز بتاعت إحنا مفروض نعمل إيه وبعدين هل إحنا تاني هنرجع لفكرة إن إحنا نقف للفن بعصاية يعني أنا هرجع نعمل بقى مجلس حسبة وعد أقول والله نوع الدراما ده مش مفروض إنه يتقدم والنوع الدراما ده مفروض إنه يتقدم والأغنية دي تتعامل بالشكل الفلاني لأ وأنا عايزة نوع دراما بالشكل الفلاني أنا بشوف إن ده منتهى العبس أنا بشوف إن أي فكر في الدنيا وأي فن في الدنيا رد عليه دايماً بيبقى فن دايماً السلعة ببهوري بلوش بالضبط لو هي وحشة ما كانتش هتحقق ملايين هميد أنا أول ما جتني الأغنية بعتتهى لمراتي فزعلت جداً مني وشافت إنه ده تنمر وإنه ده استخفاف بالسيدات وحاجات كتير جداً يعني مختلف شوية مع أميرة أنا أتكلم إنه لا الستات مش كتير إنه ما قابلوها لا رد الفعل بتاع السيدات على السوشيال ميديا على الأقل اللي كان رافض لكن أنا متفق معها في جزئة مهمة جداً بسوء أصله غنى قبل كده أنت أي كلام والموضوع اشتغل بباد غنوة مشروع كرارها طول الوقت أنت أي كلام الواحد حس ملل من كتر النقطة الجوهرية اللي هي أشارت إليها أميرة وهي إنه الفن أنا بدل ما أتكلم بدل ما قلوم الراجل ده وقلوم الناس لا أنا أرفع مستوى أقدم فن مختلف فن زي حمو بيك اللي الناس كتيرة جداً هجبته طب هو عيب هو المشكلة عند حمو بيك أو لا الخمستاشر مليون مية وخمستاشر مية وخمستاشر أنا يعني معلوات متأخرة متأخرة جداً عدد المواطنين المواصرين في هذا العدد من الناس ده موجود كتير جداً والناس دول حتى الراجل ما كانتش بيعرفين أنت اسم الأغنية رب لكون ميزنا بميزة مش ميزنا بميزة لكن في النهاية فيه ناس راحت استمعت ليه اشترت الشريط بتاعها أو السيدي أو تفرجت أو عملت مشاهدة فبالتالي مش ينفع أن أنا نقافة المهن الموسيقية طلع يعني فكرة الإغلاق أنت ضدها خلصت مع السوشيال ميديا انتهت عماد انت مع فكرة الإغلاق ولا مع الإغلاق لا مش معها تماماً بس أنا نفسي يبقى عندنا منظومة بس مش مع الإغلاق سوري أنا آسف يعني بس إحنا أنا آسف إحنا أنا ضد الإغلاق بس مش مع الأغنية ومع البتاعة لكن مع أن أنت تعملي فن مختلف الناس اللي بتكلموا على أنه إحنا نخبة وأنه إحنا أعمل الكلام ده وطلع وخلي الناس ترتقب زوقها لا لا إطلاقاً أنا اللي أنا عايز أقوله أنه زي ما قالت سيدة أميرة من شوية أنه أنت كان عندك قضية تحرش بشعة المنصورة وللأسف الشديد لما قعدت تابع علاق ستاته بنات بيلوموا الضحيتين كويس فالله أنا عايز أقوله أنه لازم يبقى عندك منظومة واضحة وقانون يطبق لا أنا عايز حسبة ولا عايز إفساد الزوق العام يعني لو أنت بترقي الزوق بتاع المواطنين يعني طبيعي مش هيقبل على مثل هذه الأمور لكن أنا مش مع المانع طالما وبعدين هتمنعيها فين منطقي الفيسبوك حظر حينفلو على الفيسبوك لو على اليوتيوب لو على الفيسبوك فأصل أقول أنه إحنا لازم ودي محتاجة حلقة من حضرتك والحلقات اللي هو كيف يمكن العودة بالزوء العام المصري للخمسينات ده 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 هذه المعضلة يعني لا لا أرجع قلني يا زمان يمكن شهادتي هنا هتكون مجروحة بكرة هنعرض لكم جولة أنا قمت بها بنفسي بالأمس في هذا المعبد اللي أنا شفت أنه الفكرة كانت جيدة جدا لكن وجهت بعض الاعتراضات خاصة من الطيارات السلفية سامح عبد الحميد القيادة السلفية وده خبر على أهدة القاهرة موقع القاهرة 24 قال أنه نشعر كسلفيين بحالة غضب من إنفاق الملايين في ترميم معبد يهودي بالأسكندرية وتساءل لماذا نرم معبد يهودي تركه اليهود وهجروا ورحلوا ليحتلوا المسجد الأقصى هل نحن أحرص على المعبد اليهودي أكثر من اليهود تكلفة الترميم 90 مليون جنيه واستمر العمل به 3 سنوات وعندنا ناس بتنام على الأرصفة وفي المقابر وتحت الكباري وعلى شريط السكة الحديد وهو قال الكلام ده للقاهرة 24 زي ما احنا شايفين على الشاشة وقال القيادي السلفي هذا مشروع فاشل من ناحية السياحية لأن السائحين يأتون لمشاهدة الأثر الفرعونية في الأساس وليس لمشاهدة معبد يهودي ولم تهتم الحكومات المتعاقبة بترميمه كأثر سياحي فالفائدة منه ضعيفة ومعدومة لا في جملة تاني معبد اليهودي من الأماكن وعشار القيادي السلفي إلى أن المعبد اليهودي من الأماكن التي يشرك فيها بالله ويعظم فيها الكفر وعمل المسلم فيها يعد من باب التعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان فكيف يشارك المسلم في بنائها وتشيدي أنا هترك الحتة دي للدكتور عماد لكن هعلق على أخرى سبكوا تعلقوا هقول بس مجموعة ملاحظات واحد هذا أثر مصري وتراث مصري ودورنا كدولة وكمجتمع أن نحافظ على هذا التراث اثنين مصر رفضت معونات حولة إسرائيل أن تتقدم بها لترميم هذا المعبد وترميم كل معبد اليهودية الموجودة في مصر ومصر قالت لا هذا معبد في بلدي في أرضي وتحت سلطتي وأنا اللي حرممه تلاتة خنائتنا مش مع اليهود نعم كانت في نصر طائفة يهودية كبيرة أسست أسس لهذا الاقتصاد سيكورال وبنزيون عاتسريفولي وهانوه وناس كتيرة جدا في الحالة بكرة برضو حتتعرفوا عليهم طائفة يهودية كبيرة لسنوات كثيرة مشكلتنا مش مع اليهود حول العالم حتى مشكلتنا مع دولة إسرائيل الدولة المختصبة للأراضي الفلسطينية مشكلتنا مع السهيونية وليست مع الديانة اليهودية دوجة نظري أسمع رأيي لأ أنا استفزني في الحقيقة الموضوع لأنه قبل كده أيام في فترة اللي طلع فيها التهاري السلفي بقوة بعد 2011 كانوا عايزين يغطوا أبو الهول ويغطوا الأسار الفرعانية بقت حلوة الأسار الفرعانية دلوقتي نمر اتنين مين اللي ادى الحق أن يقول أن المعبد اليهودي فيه شرك أولا هذه الأديان التلاتة اللي احنا مؤمنين بيها السماوية وبعدين يعني اليهود عندهم أنبياء يعني ومعترف بيهم فأنه موقع من الشرك هنا نمر ثلاثة أين قانون اصدراء الأديان لماذا لا يطبق عليه قانون اصدراء الأديان مش دا اصدراء للدين اليهودي مش دا اصدراء للدين اليهودي لما بيقول بيعبد فيه شرك يعني وبعدين يعني أنا مش فاهم في الحقيقة يعني ما نبقى سيليكتف وانتقائيين زي ما كنا بنتكلم على الدعم وغيره نتكلم على لازم عندنا رؤية وطنية مشتركة أنه الرئيس هفتاح السيسي بيبذل جهود ضخم بيعمل كناي ثم بيعمل أماو ويرم المعبد دا تراث مصري طبعا لنا الفخر حتى لو عندنا واحد يهود حتى لو واحد يهود جاي دا أقدم معبد فيه الشكل أعصاب وعندنا اللي الناس ما تعرفوش أنه جزء كبير جدا جدا من المصريين اليهود مرحوش إسرائيل الجزء الأعظم منهم راح فرنسا وراح أمريكا ومنهم مخترع السوفالدي بتاع فير السي يهود مصري يعني عايزة أقول يا أخوانا الرحمة يعني يعني أنت بتتكلم على معبد بالعكس أنا كمواطن مصري فخور بما تقوم بالدولة بترميم المعابد بيعتبرها أثر مهمة مثل هذه الكتابات لن تقتنع بالمنطق دا أماد هما مفكرش بهذا المنطق يتحسبوا قانونا ربما يفكر أفضل أقول له أنه زميلك وابن تيارك وفكرك قاعد في هذا دول بينها مزدوجين دول الكفر وبتاع بيستمتع الجوامل بتاعته الدولة بتضمن له حرية الأديان المساجد بيروح يصلي في أمريكا ويصلي في أوروبا كلها وبيجاهر بيدعو إلى السلفية وإلى داعش في هذه الدول وتضمن له هذه البلدان لو بيقول عليها بلاد كفرة حريات رأي لو أن هذا المنطق طبق لو أنا قفلت المعابد باعتبارها أن هي كفر والكنايز بالمرة يبهناك كل دولة هتعيش في حتتها والناس تقتل بعضها على أساس الدين فقط فبالتالي فكرة غريبة ومرفوضة وينبغي أن الناس كتيرا تبدأ تفهم هذا المنطق أنه ده مقدمة للدمار ده أميرة لا هو احنا عندنا عندنا مصيبة اسمها التصريحات من النوع ده يعني كان فيه التصريحات كانت خاصة بالجواز برضو كانت شيء لا يصدقه عقله فاحنا بنتكلم النهاردة على أن فيه حد بيقرر أنه يحكم هو إيه الشرك وإيه اللي مش شرك بالله يعني هو بينصب نفسه أنه هو يحكم أن المكان ده بيتم فيه الإشراق بالله غير أنه هو كمان بيحكم ده يبقى أثر ولا مش يبقى أثر هو بيتحول هنا مكان الدولة وبياخد قرارات مباشرة عنها وبيقول ده ينفع يبقى أثر ولا ما ينفعش يبقى أثر ده ينفع نرممه ولا ما ينفعش نرممه نعتبر أنه حضارة هي الحضارة الكويسة والتانية هي الوحشة ففي دولة في النهاية لازم يبقى فيه احترام للقانون في دولة هي اللي بتحدد فيه احترام للمقدسات فيه احترام للأديان فيه احترام يعني للفكر والعقيدة يعني الناس دي لو ما كانتش شايفة الدولة المصرية بالشكل ده يبقى احنا في قطر يبقى احنا لما بنخلص من الإخوان بكل مشاكلهم احنا يبقى عندنا بقى حد تاني احنا مش واخدين بلنا منه بيفكر بطريقة مختلفة والطريقة دي خطر على الدولة المدنية وخطر على مصر الحديثة خطر على أي تقدم ممكن يحصل وفي النهاية هذه رسالة مصر التسامح التنوع قبول الآخر هنفضل نؤكد عليها عشان احنا لن نتنازل احنا لما ماشينا الإخوان في 30 يونيو كان هدفنا التسامح التنوع قبول الآخر دي ثلاث حاجات لازم تفضل موجودة أمامنا لا نتخلى عنها أبدا اسمحوا لي أن أشكركم عايزة أشكركم الحقيقة أنتم أصدقاء أعزاء وبشكر هذا الجدل الصحي شكرا دكتور أمد جاد أمد دين حسين وأميرة العدلي بشكركم شكرا جزيلا ونتقابل بكرة بإذن الله وهنزيع عليكم هذا التقرير في ساعة سوشيال ميديا أشكركم وهذه لمس الحديد وهيكم أسبوع